وهدفي انه اوصل بهاي الحصالة للمليون دينار من تاريخ عشرين خمسة باشرت بهاي الحصالة شوكت راح يصير بها مليون ما اعرف بس شوكت ما يصير به راح افتاحها قدامكم سلام عليكم اليوم جايب لكم نظرية العالم انشتين الريفي وهي يسمونها نظرية الحصالة نظرية الحصالة تقول لما تقعد الصبح وتطلع للشغل اول شي انت تواجهها هي قعدة الصبح يا اخي تحس روحك لازق بالفراش وما بودلك تحرك ولا ملي متر واحد وبعد معانات قول قعدت تريقت او لا اش مدريني بك تريقت او لا المهم قول تريقت وطلعت لعملك وصلت لموقع العمل ثاني شي راح تواجهنا هي المسئولية مسئولية العمل مسئولية التعب الجسدي اللي راح اعظامك التفلش حرفيا راح تدمر جسديا من ورا الشغل ثالث شي اجاك انشتاين الريفي وقال لك راح اصيلك سؤال انت ليش واجهت هاي العقبات وطلعت للشغل يعني شنو تجاب رك اذا انت راح تقل له بكل وقاحة دروح تماغة تطوة غير اعيش وعندي عائلة واريدة كون نفسي كضيتك تريد تكون نفسك انشتاين يقل لك اول فقرة تقوم بها تريد تكون نفسك جيب حصالة وهاي الحصالة اش قلت تشتقل يوميا نقول مثلا يوميتك خمسين الف او خمسة وعشرين الف تستقطع مبلغ بسيط من يوميتك وتخليها بداخل هاي الحصالة اي ما يسمى بالادخار واني هميا مثلكم جبت لي حصالة وكتبت عليها التاريخ اليوم وراح ابدي بيها وهدفي انه اوصل بهاي الحصالة للمليون دينار اوالي اردك اذفي المبارج من تاريخ عشرين خمسة باشرت بهاي الحصالة شوكت راح يصير بها مليون ما اعرف بس شوكت ما يصير به راح افتاحها قدامكم وتخلي مدة معينة مثلا سنة او ست شر او ثمانة شر وتجمع على هذا المعدل وبرأها تفتحها وتشوف روحك اش قد جمعت وذا تشنت ما محتاج بثمانة شر او السنة خليها تصير سنة ونصد جميع صدقون راح تلقون مبالغ تتفاجئون به بس بشرط يكون عندك التزام انه كلما تستلم مبلغ تخلي جزء بسيط من هذا المبلغ بداخل هذه الحصالة وبالنهاية اذا وصلت لهاي المرحلة بالفيديو احب اشكرك على حسن المتابعة مع السلامة اشتركوا في القناة